السلام عليكم لبنات والمميمادية وليكي دايرين لبس عليكم كنتمنى تكونوا باي خير وعلا خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال مع فيديو جديد كنتمنى ان شاء الله يعجبكم اجبتيكم احد جوشت الوصفات لي الساهلين اقتصاديين وكي يحمروا الوجه واقتصاديين الاقصى درجة انا نطر بنت وخا عيانة شوية داب الويكند ندرككم عارفين نكون غير في الدار مع الوليدات وكنت عيانة شوية وقلت لا ضرور يا سانا ستناضي وستوجد وصفات اللي يكونوا زوينين والله العاد يما البنات على وديتكم كيف ما قلت لكم وتحت طلب ديالكم كيف كان نوجد هذا الشيء في الدار لان راكم عارفين داب الحمد لله عندي المحل كان نجيب منه كل شيء ولكن على وطلبات ديالكم البنات فضرورا نوجد معكم وصفات في الدار ساهلين واقتصاديين وجدت معكم جوشت الوصفات اليوم اللي يزوينين بزد إن شاء الله سيعجبكم المصفة الأولى واحد الفطائر فطائر في المقلة اللي يأتي وعلي صادين البنات بلابيض بلاحليب فيهم غير الماء والخميرة سكر مهم مقادر اللي ساهلين وموجودين في أي دار ما فيهم تشي تعقيدات زعمها عندك الحليب بلابيض لأولوش حاجة اللي توجد بالزربة ان تقولك سبيجه لا لن تفضل ما سيتم ب creamy سبيجه كيف ترافقهم مع العسل هنا دوبت العسل والزبدة كي يأتيوا واعرين كي يشهي ونتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم واجت معكم البنات الوصفة الثانية كيكة ببيضة واحدة بلا حليب بلا ضانون بلتشي حاجة لبنات لا الصوص ديالها ولا الكيك مسقية كجي فازقة وزينة هكاية بالفيوتين تقدروا بكوكوم هرماج بالفيرميز تيل اللي بادوكلي ببيضة شوكولات زينة وابدك الشي اللي بغيتو اقتصادية وبيضة واحدة وما تخيلوش البنات حال اقتصادية جوج وصفات اللي ساهلين كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم مهم خليكم مع الفيديو مع المقادير والطريقة بالتفصيل كيف ما والفتكم مع شرح موضح لكل شي ان شاء الله وكنتمنى يعجبكم الفيديو اللي يعجبكم ما تنسوش خطكم من سنة ما اللايك تشجعوني باش نزيد نعطيكم كتر وكتر وخلي وحد تعليق زوينين تحت اللي كي يحفزني ويشجعني نزيد نعطيكم وصفات زوينين ونزيد نقلب على شي حاجات اللي ساهلين اقتصاديين وفي نفس الوقت زوينين مهم ما نطوش عليكم خليكم مع الفيديو اول حاجة اللي بنات غنبدا معاكم بالفطائر خاصهم يخمرو شوية اللي كي يطيبو في المقلاو وكي يوجدو فرمشة عين أسهل حاجات قدر يدري لغوتال هنه يجي جوجكيسان ديه السميدة الرقيقة السميدة اللي كنديرو بيها الحرشة البنات والبسبوسة هديك غتعبرو جوجكيسان انتوما كيبقي على القياس اللي بغيتو غيه هو الكاس اللي غتعبرو بيها في اللول سميدة غادي تعبرو بيه الطحين والماء وكلشي انا عبرت بكاس العنبه عبرت جوجكيسان ديه السميدة غربلتهم وهنا جوجكيسان ديه الفورس غربلتهم هنه يغن دير معهم قبيسة ديه الملحة جهدو واحد نص معلقة صغيرة ديه الملحة ويبقى حسب الدوق وهنا يسكر سانيدة غادي تديروا واحد المعلقة كبيرة تكون عام رمزياً ولا معلقة ونص ديه سكر سانيدة بيش يجو محمرين وزوينين وهناي الخميرة ديه الخبز هندير معلقة وشوية لانه دب الجو بيرد باش ضغيه يخمرو هندير معلقة وحدك تخليهم واحد نص ساعة يخمرو وعدك تطيبو هندرت هنا يا خمارة ديه الحلوة وهنا المه دافي ضروري لبنات دافي باش ضغيه تخمرو هندير العبار بكسة العنبة هندرت ثلاثة الكيسان غن عبار في اللول ثلاثة الكيسان وغدا نخلط هنه يكي بقى الماء على حسب نوعية السميدة وعلى حسب الطحين ركين السميدة لي كتشرب كين السميدة لي ما كتشرب شو حتى الطحين هنه انا هزت لي هده الكميه ربعات الكيسان ديه الماء انتوما البنات قدرت هزليكم اربعات الكيسان ونص ولا ثلاثة الكيسان ونص يعني يقدر يكون زايد نص كاس ناقص نص كاس على حسب نوعية السميدة مهم انا جاني هو هده كانتوما شوفوا الخاليط رخفيف على العجينة ديه البغرير لان مازالها البنات غادي يخمر وغادي يتقال سوف نغطيه ونخليه في الجنب واحد نص ساعة قاعدة 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 نطيبهم في المقلة وهنا قاعدة ندير معكم كيكا بشكلات بيضة وحدة اللي تهي اقتصادية من الكيكات اللي اقتصاديين بزاف مهم هنا البنات بيضة وحدة ضروري تكون بحرارة المطبخ ديه ما كنقولها لكم باش يطلع عليكم البيض مع الساني ده واضعه في الحجم ديه وحتى الكيكات تجيكم ناجحة قدرت معاهم كاس اللاروب ديه سكر سانيده وقبيصة ديه الملحة سوف نطلع مزيان هاد البيضة مع قبيصة الملحة والفاني وكاس اللاروب ديه سكر سانيده إلا ما عندكم مش البنات هاد الميكسور هاد رمشي ضروري ديرو غيدك تطرر باليدوي هو كيبغي شوية تجهده اصلا بلعيانه البنات انا كيجيني هاد الميكسور هاد السهل دغيه كيطلع البيض والسكر ما كننخدمش بيجدي بصراحة اللي عنده الخاطر رغبي الدوله اللي ما عنده هذا غاده كالفو ديه ديه تطلع مزيان ديه كالبيضة مع سكر وغدت زيد عليهم نصف كاس ديه الزيت غير نصف كاسها البنات سنخلطهم مزيان حتى هو تكينساجم معهم وهنا عيندي كاس اللاروب ديه اللماء سخون مشيط طائب ولكن دروري يدفيها البنات لديهم دور ديه وكيطه الكيكة واحد لها شاشة وهادي كيكة تبقي اقتصادية وكيكة الحليب سوف تجربوه وغادي نتشوفو مهم در تكاس اللاروب ديه اللماء دافي هنزيد هنية كاس ديال الطحين بعد نغرب لهنا حتى الطحين هنعبروه معاكم بالكاس بشو نعديكم بضبط حل الزيت ديال الطقيق هنزيد هنية جوج مع الكبار ديال بودرة الكاكا والمر ضروري حتى هنغربلوهما البنات كيكونوا كويرات في الطحين في الخميرة في الكاكا وديما اي حاجة غدرها كيا في الكيكة نغربلوها سوف نخلط مزيان وانتو معينكم ميزانكم البنات هاد الكيكة هتهزلكم من كاس وربع كاس ونص ديال الطحين ما غاديش تفوتو كاس ونص لان فيها غيبيضة وحدة كيف ماشتو وهم هنزيد نصف كاس ديال الطحين ونغربلوها نزيد جوج خمارات ديال الحلوة حتى هنغربلوهم خليط ديالي رهواجد هاد الكيكة تقدروا تدروا في اي مول اللي بغيتو البنات انا اخذت هاد المول هاد يكون في سنينة في الجنب هاد المول ديال طور طاولة ديال الكيش يجيزوين و هاد القياس ديال البيضة يجي فيه نيشان في العبار دياله العبار البيضة ستة وعشرين سنتيم لها تبغي تعرف القطر ديال المول هاكا شحال فيه ستة وعشرين سنتيم وهاد الخالي ديال البيضة يجي فيه نيشان كتجي طالعة كيجي هو هادك طافي الكيكة اللي كتخلطو الخمير اللي بنات كنخويوها في المول المول دهنتو بززبدة و الطحين والكيكة اللي بغيو نخويو دياليال هزو يدين الفوق شوية باش ترابط مهوية ادوم الاسرار ديال الناجح ديال الكيكة باش يجيكم خفيف وزوين وطالع طافيهنا غنخوي الخاليط كامل في المول وغندخلوا الفران الفران سخون على درجة حرارة مهيلة اللي عندها فران ديال ستصخنوا على 180 دراجة وغندخلوا الكيكة ديالنحت طيب ونرجع معاكم هنا غندوز البنات لهاد الفطائر راهم خمرو را تقريبا خليتهم الوقت اللي وجدت معاكم الكيكة تقريبا واحد نص ساعة كتخليوهم خمرو طلعو بحل الشكل ديال اللي بغرير عادي البنات غتخلطوه مزيان مزيان تخبيو منهم ذكل هو اللي هاكا اللي تجمع فيهم وغادي تدوزوا طيبهم طريقة سهلة كي يجيوا البنات بحل الشكل ديال المخنفر اولا ذاك الخبز الماوي حال هاكا هم كيبقوا فطائر كنسميوهم فطائر او لا تقدروا تسميوهم المخنفر حتى هم كيجيوا بحل الشكل ديال غاهم كيطيبو من جوج جوايه صاف هنا البنات مقيلة صغيرة بش هاكا كيجيوني القياس ديال المقلة هادي صغيرة اللي بغا تديرهم كبارين ودهنهم هاكا بحل المخمارات كبار ديرهم في المقلة الكبيرة حتى يبقى لكم اختيار انا درتهم في المقلة الصغيرة حتى بغيتهم هاكا غي صغير ورين كتدهنوها بشوية زيت دارور وش كيجيون محمرين وزوينين وكتحطوا هاكا معلقة كبيرة ولو معلقة ونص على حسب القياس ديال المقلة ديالكو وكتخليهم حتى كيطيبو يبنوا لكم هاكا وكتخليهم هاكا وكتخليهم هاكا هنا انا درت مقلة كبيرة حتى يكرر شب شوية زيت باش هاكا كنربح الوقت مليكا تطيب لي هادي من التحت كنقلبها في المقلة الكبيرة وكندوز ندير واحدة اخرى هاكا يغي باش هاكا باش نزرب وصافيها لبنات اما انتم لو عندكم الوقت ولا بغيتوا تطيبوا على خاطركم انا غي مقلة واحدة كافية وكيف مدلكم لو بغيتوا تديرهم هاكا كبارين تقدروا ديرو المقلة كبيرة كيبقى لكم اختيار باشي przypad النبو أفضل kay a نقوم بتجمع الجنب نقوم بتجمع الجنب نقوم بتجمع الجنب طيبة طيبة جنب نقوم بتجربة من الاجب اشخدتم تجمع الجنب لتجمع الجنب تجمع البوكس في الاجباء الآخرين اتحتاج طيبة ثلاثة اضل المقلة الكبيرة تكملت الكمية كاملة و هنا الكيكة يجب الكيكة نجد الكيكة نجد صوص سيقوم بها وعراء فازق كيس الماء ثلاثة المعين ثلاثة المعين نجد الكريم والنشا والنشا لا يوجد طحين اضلت الكيكة كاملة كاملة اضلت كاملة اضلت الكيكة واضلت الكيكة نضيف بالماء كاملة نضيفه بودرة كريم باتيسير و السكر خلطه في الحليب و الماء خلطه الحليب و الماء بارد لن يتكوير 10 مربعات 40 ريال 50 غرام 50 غرام و نضيفه 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 أخرج فوقه تشرب و يدخل قصص و تكون الماء تشرب و تبقى الماء و تقريض و تبقى الماء الماء كثيرة اما التنزل ان الفنات لا تحضحها لا تحضلها لا تحضرها لا تحضرها واضحها وضعها قبل ان اشبارها فقط تحضرها فكرة تقوم بالتحضر لديها نرشي عليها من الجناب تستطيع التجربة لكوكوم هرماش واللوز إفلي والفيرميسي حتى يجيز واعرة والدوكل يبدي الشوكولات انتو مزينو باللي بغيتو انا هنا عندي هذا الفيوتين درتو هكا في الجناب وغندير شوية في الوسط وصفي هذا هو زي اللي درتلي هنا وانتو ما زينو بذك شي اللي متوفر عندكم كنتمنى ان شاء الله اللي بنتجربوا كيكار اقتصادي كيف ماشتو غير ببيضة وحدة وما فيها لحليب لضانون لوال وغيب الماء وحتى الصص اللي كتسقيوها بي غير بالماء يعني بعض المرات كتبغي تدري شي حاجة ما كيكونش الحليب ما كيكونش ضانون ما كتعكزي هكا كتلقي شي حل ضروري تخرج دراسك وهنا البنات الفطائر بعد ما وجدو كي يجيو شهوة منهم بالخصوصة البنات معز بدول عسرة كي يجيو واعرين وهكا يشي بريد ديالتي بشيبة معادلوقيتها هذي ديات الشيبة البنات والله العادي ميلا جواعرين درنا بهم لقوتي جاوزوين وحتى درر يعجبوهم هكا كي يجيو فني تقدروا تدري معهم الفرماج اللي بغيتو انا كاقتيرة حاطيتكم الزبدة والعسل وصافي وهنا الكيكة حتيية كتجي مسقية ضروري غنقطع معاكم شي طريف منها باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي فازقة مالي كتتقبوها البنات مزيان بالعود وكتتحطوا هذيك السوس فوق منها كتتشرب من الداخل وكتجي فازقة وتقدروا انتو ما بغيتوها تجيكم فازقة مزيان تسقيوها بالماء ونس كافي ولا الحليب ونس كافي ولا اللي بغيتو مهم لك الماء ونس كافي وانتو قضية الشكولاد وانتو ما تشوفو انا را ما سقيتها ماوالوح ما كتعجبنيش كيكة تكون فازقة بزاف مع هكا بالخصوص الادووزتها مع قيوة ولهذا كتجي هي هذيك وانا اي غنقسمها معاكم هكا شوية بالفورشيت باش تشوفو وش حل خفيفة خفيفة وكتجي مسقية بالخصوص هالبنات كيف ما قلت لكم تتقبوها بالفورشيت كنت مننا ان شاء الله تعجبكم هذي الوصفة هذي شاركتها معكم هالبنات في الويكاند كنت عيانة شوية وما زال هذي الريح هذا شد فيها شوية انا ودراري داروري كل شي كل شي اللي سولت فيه قد لقايا دار بولبرد ريح هذا صبح الله العظيم الجو الله يحد الباس والله يهز علينا البناس هذي الوباء هذا ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين يا ربي مو يم نبقى وفضيورنا ونجدو الوليدات الناس الشيوات واخا المرض واخا كل شي ماشي مشكل احنا العيالات محروف علينا الصبر وقنوض وخا تكون واصلة فينا لعدم قنوض ونجمعو دويرتنا ونجدو شهيوات الوليداتنا هاد شي لي كاين الله ومالك الحمد مهم هاد الفطائر حتى وما كيجوا زوينين هنا دهنت معكم وحيدة غيباش كتشوفهم مدهونين كيجوا معسلين كيف مشتو خفافين خفافين بحل الريشة لبنات لان الخليط ديالهم كيكون خفيف وكيجوا زوينين مهم ما نطوش عليكم كنتمنى يكونوا عجبوكم هاد جوجو وصفات شاركتهم معكم البنات في الويكند ومعك انت عيانة شوية ما مانطيتش ليكم الفيديو هنا غيسالي الفيديو ديالي معكم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم ولا يعجبكم ما تنسونيش مال لايك وانتعليق زوين بحالكم هنقولكم السلام عليكم وانطلقوا فيديو جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة